موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نصرف الاقتصادية من كناة يمن شباب وأستهلها بأبرز العلام موسيقى انخفاض أسعار الوقود المستورد لمحطات الكهرباء عقب قرار كسر احتكال استيراد المشطقات النفطية موسيقى أسواق مدينة تعز اختفاء أصناف كثيرة من الأسماك وارتفاع في الأسعار موسيقى افتتاح مشروع استثماري في شباب مجال صناعة الزيوت النباتية اهلا بكم قالت الحكومة اليمنية إن قرارها الأخير بكسر احتكال استيراد المشطقات النفطية وتطبيق القرار رقم 75 لعام 2018 وتسعة وأربعين لعام 2019 أثمر عن تخفيض تكلفة شراء الوقود لمحطات الكهرباء بما الأقل عن 150 دولارا في الطن الواحد وأعلنت اللجنة الاقتصادية أن الحكومة حققت إرادات تجاوزت في مجملها لجميع موانئ الجمهورية حدود 33 مليار ريال خلال مدة وجزاء لافتة إلى أن الحكومة تمضي بخطوات ثابتة نحو العودة لصرف رواتب المدنيين واستدامتها وأظهرت وثيقة حصلت يمن شباب على نسخة منها توقيع شركة النفط بالعاصمة المؤقتة عدن في الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري عقدا لشراء مادة الديزل والمازوت لمحطات الكهرباء مع شركة ASA بسعر أقل من الأسعار السابقة بنسبة 30% وكانت الحكومة قد وجهت مطلع الشهر الجاري بتشكيل الجاند للرقابة على مناقصات استيراد المشتقات النفطية وإتاحة الفرصة لجميع التجار بما يؤدي إلى إنهاء الاحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود قالت منظمة تقييم القدرات الدولية إذا توقفت دعم السعودي بعد نفاذ الوديعة السعودية سيدخل الاقتصاد اليمنى جولة جديدة من الانهيار وأضحت المنظمة أنه إذا توقفت الحكومة السعودية عن إيداع أو تقفيض الودائع في البنك المركزي سينهار سعر الريال بسرعة وسترتفع أسعار المواد الغذائية بحدة وستنهار الصحة وخدمات المياه والصرف الصحي وقالت المنظمة أن السيطرة على الوقود أصبحت تدريجيا المحرك الرئيسي للتوترات وأدات لإظهار القوة بين الحوثيين والحكومة الشرعية وبرزت الحرب الاقتصادية بقوة وارتفعت المشاحنات حول واردات الوقود بين الحوثيين والحكومة الشرعية في سبتمبر وأكتوبر الماضيين وتوقعت المنظمة الدولية أنه في حال استمرت الحرب أو انخفضت دعم البالي السعودي ستنخفض قدرة البنك المركزي على أداء وظائفه وتوفير الصرف الأجنبي وتنظيم القطاع المصرفي كما توقعت أن ينخفض الريال اليمني بسرعة ما يؤدي إلى الاعتماد على الدولار الأمريكي والريال السعودي وزيادة باستخدام النظام غير الرسمي لتحويل الأموال الذي يصبح أكثر تكلفة تشهد أسواق مدينة تعززمة حادة في اختفاء بعض أصناف الأسماك ذات الجودة العالية بالإضافة إلى ارتفاع بقية الأصناف المتوفرة في الأسواق بمعدلات قياسية وأبدى مواطنون استياءهم جرى ارتفاع أسعار الأسماك في ظل غياب تام لدور الجهات الحكومية المختصة بالرقابة والتفتيش وضبط ومحاسبة تجار الأسماك المتلاعبين بأسعارها وأدى الارتفاع المتصاعد لأسعار الأسماك لعزو في كثير من المواطنين عن الشراء حيث أصبح شراء الأسماك مقتصراً على الطبقات الميسورة من الشعب ورفع الصيادون أسعار الأسماك بعد تراجع عملية الصيد وزيادة الطلب عليها حيث التفع التكاليف النقل من السواحد اليمنية ومناطق الصياد إلى المحافظات والمدن اليمنية بالإضافة إلى زيادة أجور العمال بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإتاوات التي تفريضها السلطات المحلية على محلات البيع والحقت الحرب خسائر كبيرة بقطاع الصيد في اليمن حيث أغلقت كثير من محلات بيع الأسماك أبوابها نتيجة العرقين التي يتعرض لها صيادنا في مختلف السواحل اليمنية الريال السعودي العملة حقنا هابط تمام أنا لما أشتري الكيلوت ديرك الزمون يجري أشتري الكيلوت ديرك بسبعة أو بثمانية ألف ريال أو يصل إلى عشر ألف ريال ما يخاركش أول كنا نبيع الكيلوت لما كان الريال بخمسين ريال كنا نبيع الكيلوت ديرك بألفين بألفين وخمسمائة رخيص الآن ما تقرش تشتري من أصحاب السعودية عملتك هابط يعني حتى لو طالع تبو بصول حرك هناك بالمزاد من ألفين أو ألفين وخمس أو الثلاثة ألف ممكن تبيعه لكن الآن ما تقدرش هم يطلعون لها خمسة إلى ستة ألف ريال أنت ما تقدرش تشتري نقذب على مبوسنا شعب راقت شعب ميت إيش مننا ما باحب باحب مو معك من باحب الصياد ما يقدرش يدخل الستار شب المقاعش فيه إيش موجود قواعد عسكرية وين يحير يدخل الستار أعلنت الحكومة عن توجيهات لوزارة الكهرباء والطاقة بالبدء في إجراءات عاجلة لرفع القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة واتخاذ جميع المعالجات اللازمة لتقليل ساعات انقطاع التيار والاستعداد للصيف القادم وشدد رئيس الوزراء معين عبد الملك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن وزير الكهرباء والطاقة محمد العناني شدد على أهمية التركيز على أعمال الصيانة وإعادة التأهيل للمحطات الكهربائية وخطوط وشبكات نقل التيار وتقليل الفاقد كما أكد على ضرورة سرعة إنجاز المرحلة الأولى من محطة عدن الجديدة مشيرا إلى توجهات الحكومة خلال المرحلة القادمة لحوة تنفيذ مزيد من المشاريع للنهض بقطاع الكهرباء بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين والقطاعات التجارية والصناعية والحد من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وناقش الاجتماع آليات رفع القدرة التوليدية وسير عملية الإنجاز في تنفيذ محطة كهرباء عدن الجديدة بقدرة 264 ميجاوات في مرحلتها الأولى بحيث تصل إلى 500 ميجاوات في مرحلتها النهائية افتتحت في محافظة شبوى المرحلة الأولى من أول مشروع استثماري في مجال صناعة الزيوت النباتية بالمحافظة بتكلفة إجبالية تبلغ 2 مليون ومئتي ألف دولار وتتمثل المرحلة الأولى من المشروع بإقامة أول مصنع حديث للزيوت النباتية في إحدى المخططات الصناعية بمدرية الروضة وسينتج المشروع في مرحلته الأولى حوالي 45 نوعا من الزيوت المستخرجة من البيئة المحلية في المديرية وألف توكيل المحافظة سالم بعوضة بدور الاستثمارات الصناعية في تحريك عيلة التنبية المحلية بالمحافظة ورفضها بالموارد المالية المناسبة لتغطية حجم الإنفاق عليها وتلبية احتياجات الناس منها وأكدا دعم توجهات توطينها بالمحافظة وتذليل الصعوبات والمعاوكات التي تواجهها دشن وضع حجر الأساس لهذا المشروع العملاق الاستثماري للأخ أكرم خليل بمدرية الروضة وهذا المشروع مهم جدا وهو مشروع استراتيجي للبنية التحتية وسوف يضم عدد كبير من أمال وفنيين لتشييد هذا المصنع في هذه المديرية وعمل اعتبره أول مرة في مديرية الروضة بأن يدشن هذا المشروع بهذا النوعية سعداء اليوم بوضع حجر الأساس للمرحلة الأولى ل مشروع إنشاء مصنع مصنعة كدور لإنتاج زيوت النباتية ومديرية الروضة محافظة شبوة برعاية كريمة من محافظ محافظة شبوة الأخ محمد صالح بن عديو طبعا جاء إنشاء هذا المشروع تلبية للدعوة التي وجهها الأخ المحافظ محمد صالح بن عديو لشباب ورواد الأعمال من أبناء شبوة في المهجر أعلمت شركة النفط اليمنية التابعة لميليشي الحوثي عن وصول السفينة سيهارت إلى غط سميناء الحديدة حملة 27467 طن من المشتقات النفطية وقالت الشركة في بيان إن السفينة هارت تحمل 17473 طن من البنزين وتسعة ألاف وتسعمائة وأربعة وتسعين طن من الديزل بعد أن احتجزها التحالف لمدة تسعة عشر يوما وأشرت الشركة إلى أن التحالف لا يزال يحتجز سبع سفن نفطية في البحر الأحمر وأن إحدى تلك السفن محتجزة منذ أكثر من ثلاثة وأربعين يوما ولفت البيان إلى أن التحالف يمنع السفنة من الدخول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة أعلن البنك المركزي اليمني عن تنفيذ عملية مصارفة طلبات لمستوردين مشتقات نفطية بحسب الطلبات المقدمة وفقا للآلية الخاصة بذلك وبسعر صرف أقل من أسعار السوق ويأتي هذا الإجراء في إطار المهام المناطة بالبنك المركزي اليمني في تحقيق الاستقرار في أسعار صرف العملات الأجنبية لضمان توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية وأكد البنك استمراره في تنفيذ أعماله ومهامه بشكل طبيعي بما يحقق الاستقرار في أسعار الصرف والاستقرار الاقتصادي عموما قالت دراسة حديثة إن النساء في اليمن ظهرنا مرونة وابتكارا في مواجهة التحديات الاقتصادية إذ عملنا في المنزل والإنترنت في قطاعات غير تقليدية ما جعل المواقف تتغير تجاه النساء مع تحولهن إلى لعب دور المعين للأسرة مع تراجع وضع الرجل وأرضت الدراسة الصدرة عن مركز صنعاء والسفارة السويدية خلال فعالية في الأردن تصورات المشاركين الرئيسية بهدف توفير فهم أعمق لتأثير الحرب على اليمنيين بإضافة إلى تقديم توصيات لإرشاد أصحاب المصلحة المحليين والدوليين لمساعدتهم في تخفيف تأثيرات الحرب المتنوعة على النساء والفتيات والرجال والفتيان وطلبت الدراسة بضرورة إشراك المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية نظرا للتحولات التي تسببت بها الحرب في البلاد منذ 2015 وأشار التقرير إلى أن على المانحين الدوليين للاستثمار في إجراء مسجد من البحوث لإثراء التدخلات لمعارجة الصدمة الإنسانية في اليمن حول دور المرأة في الاقتصاد غير رسمي وفي المناطق الريفية أصدرت ميليشيا الحوثي قرارا جديدا بمنع تداول العملات النقدية الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية في الخارج وخلال اجتماع اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين مع ملاك منشآت وشركات الصرافة منحت اللجنة التجارة وشركات الصرافة وجميع المواطنين مهلة محددة بثلاثين يوما للتقلص من العملات الجديدة والمطبوعة مؤخرا من قبل الحكومة الشرعية واستبدالها بالعملة القديمة واعتبرت ميليشيا الحوثي أن تداول العملات النقدية الجديدة من أسباب تراجع قيمة الريال اليمني ووجهت ميليشيا الحوثي تهمة التزوير والسجن لمدة عام كامل بحق من يتداول العملات الجديدة بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما فرضت ميليشيا الحوثي ضريبة دخل جديدة على كل عملية جراحية وعلى مستحقات الأطباء العاملين في المستشفيات الخاصة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها ومن شأن هذه الخطوة أن تضاعف تكاليف الخدمات الطبية وتفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ووجهت قيادة مصلحة الضرائب المعينة من قبل الميليشيا الأسبوع الماضي بتشكيل لجنة للنزول الميداني إلى المستشفيات الخاصة وإلزام إداراتها بتنفيذ قرار يقضي بخصم ضريبة دخل عن كل عملية جراحية وعلى مستحقات كل طبيب أجر العملية داخل المستشفيات الخاصة وبنسبة تتراوح بين 4 إلى 15% لكل عملية ومن مستحقات كل طبيب ناقش اجتماع لسلطة المحلية في المهرة برئاسة المحافظ راجح باكريت إعداد الموازنة المالية للعام القادم 2020 وقل محافظ المهرة في كلمته إن هناك ألية جديدة للعام القادم من خلال إعداد موازنة عامة للمحافظة والتركيز على تطوير الكهرباء بالمحافظة وشدد المحافظ باكريت على ضرورة التغلب على الإشكالات وتجاوز الاختلالات والاستفادة من المساعدات والدعم التنموي من الدولة الشقيقة والصديقة في المحافظة داعي المدراء العموم بالمديريات إلى رفع الاحتياجات الملحة والضرورية من جانبه أكد الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر على أهمية تضافر الجهود والعمل المؤسسي وفق الإطار القانوني لتحسين الوضع والخدمات بالمحافظة وشدد على أهمية الالتزام بتنفيذ الموازنة وعدم تجاوزها وتنظيم عملية الصرف ومعالجة السلبيات والعوائق أعلنت قطر عن موازنة للعام المقبل بنحو 57.83 مليار دولار أي بزيادة بلغت 1.9% في المصروفات مقارنة مع العام الجاري 2019 وقالت وزارة المالية في بيان أن قطر تتوقع فائضا قدره 500 مليون ريال ما يعادل 137.3 مليون دولار العام المقبل مقارنة مع فائض 4.4 مليارات ريال هذا العام وبهذا الفائض تفلت موازنة قطر الجديدة من العزي الذي يلاحق موازنة دول الخليج لعام 2020 والنتجة عن توقعات بتراجع أسعار النفط رغم قيام منظمة أوبك والمتحالفين معها وفي مقدميتهم روسيا بتعميق خفض الانتاج النفطي إلى 1.7 مليون برميل يوميا بداية من يناير 2020 صعدت عقود النفط الآجلة فوق 65 دولار بالنسبة لخام برينت لليوم الثاني على التوالي مدعومة بتراجع حدة التوترات التجارية واحتمالية توقيع اتفاق أولي بين واشنطن وبكين في وقت لاحق من الشهر الجاري وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ترجمة الصين الفعلية لاتفاق التجارة سيتم لانتهاء منها في الأسابيع المقبلة وخلال الأسبوع الماضي أعلن ترامب أن حكومة بلاده وفقت على المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشاملات مع الصين وأعلنت الصين خلال اليومين الماضيين تعليق الرسوم الجمهورية الإضافية المزمع تطبيقها بنسبة 5% و10% على المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية وأخيرا هذه جولة سريعة على سعر العملات ترجمة نانسي قنقر إذن كان هذا كل ما لدينا في نشرتنا للاقتصادي أشكركم على طيب المتافع في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر